تنفق تنفق الاعاقة او التنمية وحقوق ذوي الاعاقة اولا كثير من هؤلاء او الشخصيات اللي مرت بهذه الظروف هم يعتبروا يعني قدوة ومثل يحتزى به في التحدي والارادة ويعني لهم حقوق ولهم واجبات ايضا ان احنا لازم يكون فيه مشاركة في الحياة والعمل وانهم ما يكونش فيه اي نوع من اهدار لهذا الحق او عدم اهتمام بهؤلاء بنتشرف النهاردة وبنرحب بالاستاذ احمد عبد العال اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيك اهلا بسلام استاذ احمد عبد العال هو مؤسس لمبادرة يعني معاقين نحو التنمية او معاقين من اجل التنمية وايضا رئيس مجلس ادارة جمعية جسر الامل افهمت جسر الامل جسر الامل يعني حتى الاسم نفسه معلش اسم جامل جسر الامل لتنمية زوال اعاقة نكلمنا حضرتك بقى عن دورك واهتمامك بهذا الشأن بذات الفترة الاخيرة ايه السبب بقى الله احنا يعني في الصعيد عموما بيبقى فيه تهمش كبير لزوال اعاقة لكن يعني مع تواصل مع المسؤولين في فترات الاخيرة كان فيه دمج معين ما بيننا وما بين التنفيذي بانه عنده يكون قبول انه يكون منفذ لبعض الاجراءات الخاصة لتسهيل العملية الانتقالية او العملية التشارقية في المجتمع مع زوال اعاقة عموما فاصبح فيه تمهيد للطرق بصفة بسيطة مش كما يعتدق او كما يجب ان يكون يعني لا بالصفة البسيطة اللي ممكن تاهل زوال اعاقة للتحرك اي ان كانت بقى نوع الاعاقة اي ان كانت نوع الاعاقة لكن طبعا مش زي ما هو في مخيلة حد انه ككود اتاحها عالمي او كود اتاحها هو كود اتاحها بسيط سهل الاجراءات او خلش التنفيذي اصبح متعسفا بانه يكون صعب انه خلي حد من زوال اعاقة يحضر لندوة معينة لا انا بابسط الاجراءات بخلي زوال اعاقة مشاركين في الندوات مشاركين في التنمية السياسية مشاركين في التنمية الاجتماعية مشاركين في كافة الحقول اللي يكون معهم ونتمنى المزيد يعني احنا بنطلب نتمنى المزيد وكما لا يكفي ان يكون الوجود فقط ولكن يكون في تفعيل لدو اتاحة او تسهيل الطرق لوجودهم بشكل فعلي وتحقيل تأثير المفروض بالضبط احنا يعني خلينا نتكلم عن مسأل سهاج مثلا احنا بعد تمهيد الطرق وبعد تواصلنا مع المسؤولين وبعد المشاركة السياسية اللي تم ايطاحتها وبعد المشاركة المجتمعية اللي تكلمنا عنها اصبح فيه فعلا ان كل مسؤول تنفيذي بيقوم بأي اجراء او اي مبنى بيتم تجهيزه طبقا برضو القرار الوزراء القرار مجلس الوزراء يعني هو مش كلامنا بس احنا بنسعى وراء الهدف لتحقيقه تمام جميل طب حضرتك بما ان ابتدى يكون فيه برضو يعني يعني بيده فرصة او يكون فيه نوع من انواع تقديم خدمات وعمل اجراءات او قوانين في الفترة الاخيرة اللي لفت نظرك وحستت ان هو ده كمفروض يتعامل من زمان في حق زويل العقل طبعا يعني الرئيس عب فتاح السيسي يعني تفضل مشكورا بانه طلع قانون كان حلم لزويل العقل عموما انه يكون صادر بالنسبة لهم وطبعا قانون عشرة لسنة 2018 ده زي ما قلت حالتك كان حلم فيه كتير من البنود اللي تخص زويل العقل لكن بعض البنود فيها صعب بتمتزها حاليا وبنتمنى ان صوتنا يكون واصل للمسؤولين ان احنا عايزين كافة الاجراءات او كافة القوانين الموجودة داخل القانون تكون مفعالة على ارض الواقع ويتم الاشراف على تفعيلها ومنها كارت الخدمات اللي هو يسير الجدل حاليا كارت الخدمات المتكملة كارت الخدمات المتكملة ده يعني اصبح حلم لزويل العقل حاليا زي ما كانت شهادة التعيد في مقبل مدام تبدو الحلم بقى فانت عايزك تفهمنا اكتر كارت الخدمات المتكملة طبعا اتطرحت المرحلة الاولى فيه اللي هي خاصة بالاعقات الشديدة اختص فيها في حدود 10 او 12 اعاقة المختصين بالاعقات الشديدة اللي هيطلع لهم كارت الخدمات المتكملة وكارت خدمات مكاملة ده بيساهل طبعا أن أي حد من مستحقي السيارات المجهازة طبيا بيكون لي حقيقة أنه أسحبها بالكارت ده زيرو جمارك يعني ما بيتفعش جمارك نهائيا طبقا برضو بيكون في النقل والموصلات التذاكر يعني أنا جاي أنا أحد الأشخاص النهاردة تم يعني لما طلعت الكارنية لخدمات المتكاملة وديتوا عشان أطيع التذكرة يعني 50% تخفيض ده من ضمن الإجراءات اللي إحنا نفذناها بالفعل أو إحنا حسينا بيها تمام طيب ما نيجي نتكلم بقى عن دور حضرتك عامة أنا شايفة اهتمامك طبعا بشأن عام وده شيء طبعا إحنا سعداء إن نلاقي نموذك زي كده بالروح دي بالاهتمام الكبير بالشأن كله عرفني أنت ناوي تعمل إيه وتدينا يعني ناخد خبر حصري ما كنتش قلت لحد تاني أنت ناوي تعمل إيه وتكون أو أنت مشارك في هذا الأمر اللي أنت عايز ما تعملش لزول العاقة وممكن يتعامل في بلاد تانية أو في أمات التانية كمام يعني هو مش مجرد خبر حصري إنما تنفيذ كان بيتمنى زول العاقة نقرأ أفكارك إنه كان إجراء كان بيتمنى زول العاقة أصحاب الكراسة المتحركة إن وزارة الشباب الرياضة مش بتطلع أصحاب العاقات مستخدمة كراسة المتحركة معها في أي رحلة من رحلتها أبدأ في رأيين عدم نقول مثلاً ما عندهش الأوتوبيس الخاص بالنقل ليهم إن البلاجات أغلبها في الرحلات بتكون رملة مش هينفع يتحرك فيها الكرسي المتحرك ما عندهش الوسائل المساعدة زي الشخص نفسه المساعد إنه يحرك الكرسي أنا عن نفسي واحد من الصعيد هطلع رحلة في غضون عشر تيام لما عبدأ بيدوس عندنا في الطبع الساحة والأصار وهيكون من خلاله أكثر من 20 مستخدم الكرسي المتحرك تمام حضرتك قل لي بقى دور التوعية المجتمعية من أجل تحقيق الأهداف في مشاركة حقيقية لزاوي الإعاقة واندماجهم زي ما قلنا في المجتمع دورها وهل لي وجود فعلاً التوعية المجتمعية؟ هي قبل كده ما كانش لها وجود لكن بعد كده لما إحنا ظهرنا وفيه غير كتير برضو من زاوي الإعاقة المتميزين جداً برضو عندي في الصعيد أصبح التواصل مع المسؤول خلى المسؤول نفسه ما يقدرش يعمل حاجة إلا لما يكون عنده مشاركة مجتمعية من فئة زاوي الإعاقة سواء في ندوة أو في حضور لقاءات معينة أو في مشروع بيتعمل أو في مشروع بيتعمل فأصبح طبعاً زاوي الإعاقة مشاركين فعلياً من ضمن الإعاقات أنا سعيدة بحضرتك جداً وشرفتني وأتمنى أن أشوف الروح دي والاهتمام بشأن عام مش شأن خاص فقط بالطريقة دي وإن إحنا ده دورنا إن إحنا نحس ببعض ونفكر ونشتغل علشان حياتنا تكون أفضل ومستقبلنا تحب حضرتك قبل ما نختم فقرتنا كلمني عن أنت عايز تقول إيه تاني يعني مفروض يفعل لأنه طبعاً قلنا أكتر من حاجة إحنا نشكر المسؤولين على كل فكرة وكل عمل حتى بدأنا فيه ولكن إيه اللي مفروض نهتم بتفعيله والأهمية ده هو إحنا لنا طلب برضو كزاو إعاقة عموماً يعني وبنتمنى برضو صوتنا يوصل لأعلى قيادة سياسية واللي يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو الأب الروحي اللي تبنى القانون إحنا بنتمنى أن المشاركة السياسية لزاو الإعاقة تكون من خلال التقديم للمجالس النيابية سواء مجالس النواب أو المحليات من خلال الكارت الخدمة المتكاملة أنا أولاً سعيدة بحضرتك وتشرفت بيك وأتمنى يكون لنا لقاءات قادمة نقرر لقاء ونتكلم في شؤون أخرى أكيد حضرتك أكيد إن شاء الله تشرفت بيك تشرف لي يا فنان ساعدت بمتابعتكم ونطلع فاصل ونرجع نشوف فقرتنا التانية وتابعويني